هنبدأ النهاردة مع بعض اول مراجعة في منهج لانون الصف الخاص هنبدأ طمعا المراجعة منقدمة من ام اس اكاديمي انا اسمي السارة علي اللي هتديكم مراجعة مادة لانون نبدأ باول مفهوم في الوحدة الاولى اللي بيتكلم على احتياجات النبات طبعا في المفهوم ده عرفنا تركيب النبات وايه احتياجات والعملية اللي بيعمل منها الغذاء والتفاصيل بتاعته كلها فطبعا بيقولك ان النبات موجود حولنا في كل مكان وان جسم الانسان زي ما هو بيحتاج للماء والهواء عشان يكبر بهدف النمو برضو النبات او البزرة محتاجة برضو لاحتياجات زي الماء والهواء عشان تكبر فبعد كده قسمنا ان فيه فرق بين البزرة وفيه فرق بين النبات البزرة طبعا بتبقى لسه وهي صغيرة ما عندهاش اوراق ما عندهاش صاق ما عندهاش التركيب الكبير اللي احنا عرفناه بعد كده فالبزرة كل احتياجاتها بتبقى مية وهواء ومساحة تكبر فيه بس مش محتاجة حاجة اكتر من كده النبات بقى النبات اللي هو بقى لا ده عبارة عن اوراق وصاق وجزور وكل التركيب اللي احنا عارفينه هو اه محتاج مية و اه محتاج هوا و اه بس نزود بقى معيهم ان كمان محتاج ضوء الشمس وده مهم جدا جدا للنباتات وبعد كده قلنا معلومة ان الطربة ليست احتياجا اساسيا للنبات الطربة ليست احتياج اساسي للنبات طب ليه هي مش احتياج اساسي يا ميس لان فيه نباتات بتقدر تنمو في الماء ونباتات بتنمو على نباتات اخرى فالنباتات اللي بتنمو في الماء ما بيكونش لها جزور اساسا عشان ما بيبقاش فيه طربة تبقى سبتة فيها وفيه نباتات بتنمو بالتسلق على نباتات اخرى فالنبات ده ما بيبقاش ليه جزور وطربة ينمو فيها فعشان كده ما اقدرش اقول ان الطربة هي احتياج اساسي لجميع النباتات هيقى في نباتات بتبقى أساسي النتر مفتربة بس ما قدرش أقول إن كل النباتات في العموم التربة محتاجة لا يبقى التربة ليست احتياج أساسي للنبات بعد كده الإنسان والنبات والتنين بيحتاجوا طبعاً للماء والهواء والضوء وبعد كده طبعاً ولكن فيه اختلافات زي إن النبات بيحصل على غزاءه بنفسه إن هو بيصنع غزاءه بنفسه طب بيصنع غزاءه بنفسه إزاي طبعاً إنت عارف من خلال عملية سماع عملية البناء الضوء وإنما الإنسان بقى لا بيحصل على غزاءه من النبات والحيوانات إن إحنا بناكل نباتات أو بناكل حيوانات ونحصل منها على غزاء طبعاً تركيب النبات زي الرسم الصغنانة اللي معانا دي بيبقى عبارة عن جزر موجود أسفر التربة وصاق وأوراق خضراء وطبعاً بيكون فيه أحياناً ظهور وصمار بعد كده قلنا طبعاً إن البزرة بتبدأ تدخل في مرحلة اسمها مرحلة الإنبات أو عملية الإنبات إيه عملية الإنبات دي؟ عملية الإنبات دي عبارة عن إننا بزرع بزرة تتحول بعد كده لنبات فاسمها عملية الإنبات طب لما بتبدأ البزرة بقى فيه عملية الإنبات أو عملية النمو إيه أول حاجة بتطلع من البزرة ويتتحول بعدها إلى نبات؟ تعالوا نشوف الأول بالرسم قادي معايا بزرة بطلع منها حاجة صغيرة مين الحاجة دي؟ الحاجة دي هو الجزر يبقى أول حاجة بتظهر في البزرة هو الجزور الجزر ده بيفدأ بعد كده يجبر بقى واحدة واحدة كده وبعد كده تظهر الأوراق لحد ما يتكون النبات الصغيرة ده اللي اسمه الشكرة فدلوقتي هو بيقولك إن النبات هيتغزى طيب وهو البزرة النبات وهو بزرة بيجيب غزاقه منين؟ طبعا إحنا عارفين إن فيما بعد النبات بيحصل على غزاقه بإن هو بيصنعه بنفسه من العملية البناء الضوء اللي بيعملها في الأوراق طب هو أنا كبزرة دلوقتي هو أنا عندي أوراق أصلا؟ لا يبقى ما فيش بناء ضوء أما لها جيب غزاق منين؟ البزرة بتحصل غزاق من غزاق جوة نفسها يعني البزرة نفسها جوها غزاق مختزا كده بتتغزى عليه لحد ما يتكون الأوراق وهنا بيقولك هو بيتغزى النبات على الطعام الموجود داخل البزرة أثناء عملية الأنبات وبعد ما خلاص تكون الجزر الكبر تبدأ تظهر الأوراق ويدخل النبات في مرحلة الشتنة الشتنة اللي هو النبات الصغير اللي خلاص تكونت عنده الأوراق وبعد كي بيقولك عندما تكون الظروف غير مناسبة لو المية والهوى مش مناسبين البزرة مش هتحصل على الإنبات أو مش هتمر ربع متى الإنبات لأنه نقولنا الاحتياجات البزرة الأساسية الماء والهواء يبقى الشتنة هو نبات صغير جدا عملية الإنبات هي عملية بتبدأ بها البزرة في النمو عشان تصبح نبات جديد وإن النباتات بتستطيع النمو كمان في الظروف الصعبة زي ما خدت السنة اللي فاتت إن نبات الصبار بينمو في الصحراء بقى إن المية قليلة بس كان بيقدر طبعا يتغلب على الموضوع ده بإن هو بيكون عنده جزور طويلة وكمان بيكون عنده أشواك حد مثلا مش عايزين ندخل في التفاصيل دي وكمان هو بيقولك إن عنده جزور طويلة تحصل بها الماء وكمان بيكون عنده طبقة شمعية بيتمنع منه فقدان الماء طب النبات بيحصل على غزاءه عن طريق إيه؟ الغزاء قلنا بيصنع غزاءه بنفسه وعشان يصنع غزاءه بنفسه قلنا محتاج ثلاث حاجات الماء والهواء وضوء الشمس ودول هيجيبهم عن طريق ثلاث حاجات الجز والصاق والأوراق هنعرف إزاي حال أول حاجة الجزور قلنا طبعا إن تتشابه النباتات في وجود جزور ولكن تختلف في أشكالها يعني الجزور بتبقى موجودة في النباتات ولكن الجزور دي طبعا لها أشكال والسقان كمان بيبقى لها أشكال والأوراق كمان بيختلف برضو في الأشكال طب إيه أهمية الجزور في النباتات أول حاجة إن هي طبعا بتثبت النبات في التربة إن النبات ده بيبقى موجود في تربة معينة التربة دي بيبقى النبات محتاج إن هو يتثبت فيها بحيث إن هو ما يحصلوش اهتزاز ما يحصلوش أي مشكلة بسهولة يا حبايب بأكد اللي يقابله أي معلومة مش فهمة أو محتاج عليها إعادة أو سؤال يرفع إيده من الميتينج وأنا هفتح له المايك ويبدأ يسألني ونتنقش سوي طيب مش عايزة حد يتكسف ها احنا بنفهم طيب بعد كده بنقول يبقى بيثبت النبات في التربة رقم اتنين إنه بيعمل على كمان امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة يعني الجزر ده هو اللي بيمتص الماء والأملاح من التربة عشان النبات يحصل على الماء والأملاح دي ويبدأ استخدمها في صناعة غزاء أما الصاق بقى الصاق ده طبعا احنا فهمين من الرسمة إن الجزر هنا بيبقى تحت الترب يعني الجزر بيبقى بالشكل ده مثلا طب الجزر ده خلاص حصل على الماء والأملاح ومتصاه مش هيفضل بقى موجود في الجزر فقط أمال إيه اللي بيحصل لأ هيبدأ الماء كده يطلع خلاص الجزر متصاه تبدأ بقى خلاص إيه يبدأ تنتقل كده الماء والأملاح لأعلى فبنقول إن الصاق هو الصاق اللي هو البني ده طبعا هو اللي بينقل الماء والأملاح منين لفين؟ من الجزور لأنه واخدها من الجزور إلى باقي أجزاء النبات يبقى الصاق وركز بأول كون جملة قلتها إيه؟ قلت بينقل ينقل مش أي جملة تاني هو بينقل الماء والأملاح المعدنية من الجزور إلى باقي النبات رقم 3 وهو الأوراق طب إيه وظيفة الأوراق؟ إن هي بتعمل على انتصاص الضوء وساني أكسيد الكربون طبعا عارفينها زي الشطورين الأوراق دي كده الوقت يتمتص صحكتين الضوء وساني أكسيد الكربون اللي هو من الهواء لو ركزنا من الأول إحنا قلنا احتياجات النبات 3 ماء وهواء ضوء شمس ولو خدت بالك هتلاقي النبات كده حصل على الثلاث إزاي؟ الجزر امتصله الماء والأملاح والصاق نقلها ووصلها لأجزاء النبات ضوء الشمس والأوراق امتصته ثاني أكسيد الكربون اللي هو من الهواء وبرضو الأوراق عملته امتصاص فبكده النبات فبكده النبات قدر إنه يحصل على الثلاث احتياجات الأساسية بطول يلا بينا نحل مع بعض بيء الضور اللي هقوله يفتح المايك يفتح المايك ويبدأ يحل كده يلا السؤال الأول يا ياسين نعم يا ميس صحة أو خطر ضوء الشمس من الاهتياجات الأساسية للنبات صح صح يلا يا سيرين نعم يا ميس يلا حبيبي تمتص الجزور الماء والأملاح من الطربة صح برافو طب لو قلت تنقل الجزور الماء والأملاح من الطربة لا غير برافو في فرق لما قلت تمتص وفي فرق لما قلت تنقل تمتص دي جزور إنما مين اللي بينقل الشطورة شطورة نبقى لكم لهنا صح وفرق وبيقول لي تمتص ولا تنقل يلا يا ريهم ريهم آه أوكي خرجت ماشي يلا يا سير نعم يا ميس يلا حبيبي في عملية الإنباد يظهر الصاق أولا آه صح تفكر كده لا أغلط غلط يمس ما هو لو أمرش صحي تبقى غلط طب مين قبل حاجة ظهرت ها الأمي معلش ممكن تقولها تانيه طيب العملية نفسها ولا شرح السؤال لا تشرح السؤال بص إحنا عملية الإنباد قلنا إن هي عبارة عن مرحلة البزرة تنمو فيها إلى الشتل أو النبات الصغير طيب لما أنا بزرع البزرة إيه أول حاجة بتطلع من البزرة دي الماء والهواء والشمس لا ماء وهواء والشمس دي احتياجات نبات دي احتياجات إيه نبات يعني هو محتاجة عشان ينمو إنما أنا بتكلم لو إنت دلوقتي روح تجربت تزرع فول قبل كده أو زرعت أي حاجة قبل كده لا لا طيب إحنا قلنا في الصورة فوق إن إنت لو زرعت البزرة أول حاجة بتطلع منها بيضة كده تحت إيه تحت الأرض أيوة إيه بقى اللي بي موجود تحت الأرض البزرة البزرة تحت الأرض بس بيطلع منها حاجة بعد كده مكانها تحت الأرض إيه بيطلع منها الجزرة الأول ولا الأوراق ولا الصاق ولا إيه بالزفر الصاق بس كده تعالى بس كده أدي البزرة أهيه طلع منها إيه أول حاجة الجزر الجزر لواج مفرد الجزور بص يا سين كده حبيبي مراحل الإنبات النبات اللي بيطلع من البزرة أكدنك بتجيب النبات كده من تحت لفوق تاني مراحل الإنبات أول حاجة بتظهر أكدنك بتجيب النبات من تحت الإيه؟ الجزور يعني أدي مثلا النبات كامل أهو أول حاجة تبدأ تظهر الجزور وبعدها الصاق وبعدها الأوراق يبقى بالترتب كده أول حاجة تظهر الصاق عفوا أول حاجة تظهر الجزر وبعد الجزر الصاق وبعد كده الأوراق اتفقنا؟ ماشي فهنا السؤال نرجع له تاني يلا نهعمل نفسي إنهنا ما خدناش بالنا وما عاونناش أي حاجة يلا اقرأوه حلو الواحدة جبا في عملية الإنتاج يظهر الصاق أولا غلط غلط المفروض بيني وبعدك كده مين اللي بيظهر الأول؟ الجزور ممتاز يلا يا سرين تمتص أوراق الأوراق ضوء الشمس والثاني أكسيد الكربون صح صح برافو عليك شطورة الأوراق قلنا فعلا بتمتصد الهواي وبتاخد منه سينيكسي الكربون وضوء الشمس طيب آآ ريهام معايا ريهام طيب أسماء يعني دخلها باسمه آيفون ريهام وآسماء عشان أسماء طيب انت انت عاملة ان ايبل مايك انت كده مش سامعينه أصلا آآ طيب آآ ريهام انت سامعينه يا حبيبي ولا مش هفت تفتح المايك اكي لو عرفت تفتح المايك افتحي عشان تحلي معايا يلا ياسين يلا حبيبي يلا أسرة الجزر هو الجزء الموجود فوق سطح الأرض من النبات يعني الجزء ده بموجود فوق التربة يعني لا غلط غلط الموجود تقفين تحت ممتاز يلا سيرين ايش بعض النباتات لا تحتاج إلى التربة وتنمو أعلى الماء صح صح احنا قلنا فعلا فيه نباتات ما بتحتاجش تربة عشان كده قلنا ان التربة مش احتياج اساسي للنبات لان فيه نباتات بتنمو أعلى الماء ونباتات بتنمو على نباتات أخرى وهكذا يلا السؤال رقم سبعة هاري هام هتعرف تفتح الماكلة يلا ياسين الماء ليس من الاحتياجات الأسرية للنبات غلط غلط الماء المفروض احتياج اساسي ومهم جدا فيش نباتة هيش من غير ماء يلا يلا سيرين بسرعة يقوم نقطة بانتصاص الفان والأملاح من التربة الجزر كذا انا قلت امتصاص يبقى جزورة على طول شطورة يلا ياسين تريس يقطو تقوم تقوم يقوم نقطة بانتصاص الدوء وساني أكسيد الكربون الأوراق شطور الأوراق يلا رقم اثنين رقم تلاتة يلا سيرين الساق مين اللي يقوم بنقل الماء والأملاح بصو هنا طالب انا قلت النقل يبقى صاق شطورة ساني نشوف مين الضيف الجديد ده إبراهيم يا إبراهيم صوتك بعيد بس شوية كنت قربوه أكتر نعم سلامه عليك عامل ايه طيب الحمد لله ممكن تحل معنا ماشي يلا يلا اقرأ رقم اربعة من احتياجات من الاحتياجات الأساسية للنبات ماء والدوق شمس برافو ما نختارش قبل ما نقرأ كل السؤال والاختياره ماء والدوق شمس والهواء يبقى برافو عليك جميع ما صابق شطور يلا أفر الماي لو قابلك اي سؤال عشان انت يستداخل من نفسك تنرفع ايدينا من الزوم عشان نبدأ نتناقش مع بعض وفاهمك اللي انت بحتياجة ليه يلا ايه حبيبي اه ياسم في عملية انبات البزر ها يظهر ايه ها ايه اللي ظهر الاول في الانبات الجزر شطور الجزر اول حاجة ظهر يلا علي تدور اقول لأنا يسر طبعا يلا يسرين تقوم الأوراق بطاق الماء والأملاح من المعادل لا مش الأوراق ده الجزور شطورة الجزور رقم اتنين يلا إبراهيم رهيم نعم يلا رقم نعم رقم اتنين رقم اتنين رقم اتنين تقوم الأوراق لا رقم اتنين يا حبيبي في عملية الانبات في عملية الانبات يظهر الشرق اولا يظهر الشرق اه لا الساق غلط يظهر اللي هو الورق النبات لا رقم اتنين لا الجزور 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 بص كده يا حبيبي يا إبراهيم عملية الانبات اول حاجة بتظهر فيها من تحت هو يعني اكدنك بتجيب النبات كده من اسفل لأعلى اول حاجة تظهر هو الجزر وبعد كده الصاق وبعد كده الاوراق يبقى اول حاجة بتظهر هو الجزر مش الصاق يلا تلاتة يسين تنكن الاوراق الماء والاملاح من التربة الى النبات اللي هينقل ركز ينقل الماء والاملاح من التربة الى النبات اللي فوق هو الاوراق لا فكر بقى مين بدل الاوراق الجزور الجزور ركز انا بقول بيامت مش بيامتص الطربة لا هي الطربة هتنقل لا مش عارف بص احنا قلنا يا حبيبي بص انت دلوقتي معاك صورة نباتة هو اتفقنا اه ماشي الجزر بيعمل ايه جزر بيعمل امتصاص صح كده اه بيعمل امتصاص يعني ياخد كده الماء والاملاح المعدنية من الطرب طب هو خلاص الجزر امتص الماء والاملاح الماء والاملاح دي هتفضل بقى في الجزر بس هو بقى النبات فوق مش بيحتاج المياه دي ولا محتاجها محتاجها فمين بقى اللي بيوصل بين الجزر تحت هنا الصاق نباتة اللي فوق يبقى مين اللي هيوصل بينهم الصاق يبقى الصاق هو اللي بينقل الماء والاملاح من الجزر الى باقي اجزاء النبات يبقى لو رجعنا كده للسؤال لا هنقول بدل الاوراق ايه الصاق الصاق هو اللي بينقل الماء والاملاح يلا السؤال الرابع يلا يسيرين الجزور امتصاص ده الشمس سانق كسود الكربون غلط امتصاص الماء والاملاح ده وصل انا بقى لك يعني لو هنوصل لا الجزور امتصاص الماء والاملاح والطربة شطور 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 يلا رقم اتنين ابراهيم نعم يا مش يلا حبيبي الصاق ايه الصاق ايه ايه امتصاص ايه ايه امتصاص الماء والاملاح لا بغا رحبا الصاق بتنقل الماء والاملاح من الجزور الى الاوراق برافو الصاق هو وظفته النق يبقى خلي بالك الجزر بينقص الماء والاملاح انما الصاق هو اللي بينقل الماء والاملاح رقم تلاتة طبعا خلاص ما فيش غيرها وظيفة الاوراق هي امتصاص الضوء وساني امتصاص الضوء للكربون جدور يلا مصطلح علمي هيقول لنا عملية نقول اسم العملية دي ايه آآ كابتن احمد خرج اوكي يلا ياسين عملية تبدأ من الوزول في النباو 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 عملية تبدأ من الوزول في النباو لتصبح نباو يعني ان البزرة تنمو ولعشان تبقى نباو العملية دي اسمها ايه الجزور لا لا عملية اسم عملية عبارة عن ان انا هزق حط بزرة البزرة دي تكبر وتنمو فتبقى نباو صغير الاسم الشتلة ايه العملية اللي بيحصل فيها ان النباو ينمو من بزرة لنباو لنباو اسمها عملية ايه اه فكر ينباو طب اديك فرصة فيسأل غيره مليتي زراء لا مش اسمها الزراء طب بركز معايا يلا يا طب يا ريهام ريهام رفع ايدك ريهام نفتح المايك يا حبيبي طب لك كده طب لك كده اتو عندك مشكلة تقريبا انت فتح المايك مش عارفة اولا في ايه دوسي على علامة المايك عشان يتفتح طيب كي لما تعرفت افتحيه طب افتحيه عشان احانه مع بعض يلا طب يا سرين عملية الانباو عملية الانباو طيب ايه العملية يا ياسين العملية ان البزرة تكبر وتبقى نباو اسمها عملية الانباو مش الزراعة اسمها عملية الانباو اسمها عملية ايه الانباو الزراعة دي عبارة عن انت تروح تاخد بزرة كده وتحطها في الضربة الانباو ان البزرة تكبر وتبقى نباو اسمها عملية الانباو اهي خدناها فوق اهي اللي عطيت عليها الرسمة دي اسمها عملية الانباو هي عملية تبدأ بها البزور في النمو لتصبح نباتا جاتب كبير اسمها عملية الايه الانباو شطور هليك كده شطور ومركز يلا عملية الانباو رقم اتنين لا ابراهيم هعادلك السؤال ستألنا نعم ها جزء فيه النبات يقوم بامتصاص الماء والاملاح اللي هو الساق 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 هو اللي هيقوم بامتصاص الماء والاملاح رقم كده متصاص البحث ستألنا البحث ها اللي بيمطص فقط هو الجزور اللي بيمطص فقط هو الجزور الاوراق مش تنتص سماء واملاح الاوراق منتص سماء واملاح انما اللي بي الصاق الصاق بينقل الماء والأملاح الصاق بينقل ركز انما انا بقول بينطس يبقى جزور رقم ثلاثة يلا قفل المايك رقم ثلاثة ده دهور يلا ياسين نبات فخير جدا بعد عملية الامبات الامبات ركز ده محتاج تركيز منك ده النبات احنا قلنا البزرة لما بزرعة في عملية الامبات ابتدت تكبر لحد ما تبقى نبات صغير كده يدوب زهر في الأوراق النبات الصغير اللي زهر في الأوراق ده اسمه ايه؟ بنقولها على الايه؟ الصاق لا ركز 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 اكتر فكر اكتر انا دلوقتي زرعت بزرة البزرة دي لا يا حبيبي مش ده سؤالي خالص مش بسألك ايه الجزء اللي تكون من البزرة لا مش ده انا دلوقتي معايا بزرة ادي بزرة ايه؟ انا زرعتها خلاص ابتدى يطلع منها الجزر زي ما انت قلت وابتدت تكبر لحد ما البزرة دي بعد كده اسمع بس السؤال لحد ما البزرة دي بعد كده اتحولت لنبات النبات ده في اوراق وفي جزور ونبات صغير يعني اهو ده نبات صغير النبات الصغير بق اللي تكون من عملية الامبات بنتدي له اسم اسمه ايه؟ المرحلة دي اسمها ايه؟ اساعدك واقولك ان هو ال وبعد كده حرف الشين الشمس لا شمس ايه؟ بس يا سيني بس يا سيني يا سكر بصحب ايه هو قده شمس؟ لا لا طب انت اش كده شكلك عندك مشكلة في عملية الامبات يا سيني ممكن نحاول نراجع نراجع عليها كويس جدا جدا بعد الميتينج ده والحصة الجاية نشوف مقعد لو تثبتت ولا لأ بص احنا خلاص قلنا ان البزرة لأول حاجة بتكون منها سجزب وعكاب تفضل تكبر لحد ما يتكون الاوراق ويبقى فيه نبات صغير اسمه الشكلة اسمه ايه؟ الشكلة يبقى مين هو النبات الصغير اللي تكون من عملية الامبات يبقى اسمه ايه؟ الشكلة الشكلة رابع عليك ما تنساهاش يلا اكمل يلا سيرين يلا سيرين اه ساني حاولي فتح لك المايك فتحي كده يلا قفلتي تاني ليه؟ يلا فتح المايك ماشي يلا حبيبي يحتاج النبات ليلموا الى الماء ونقط وضوء الشمس وساني اكسيد الكربون برافو هوا اوا حط اي احتياجات هم ثلاثة ماء وضوء الشمس وساني اكسيد الكربون رقم اتنين يلا إبراهيم يلا إبراهيم احلو نامس لا لا اقفل مايك يا سين يعني افتح المايك كده ايوا كده ليه؟ ما تقفلوش تاني لا انا اللي بديكي تفتح يلا ايوا كده يا ماشي من اجزاء النبات الجزء والساق الساق اي اجزاء من النبات هو النبات مت كم من كم حاجة كزا حاجة اقول لي اي اجزاء منه هو كان عبارة عن جزء ساق اوراق وصمار ظهور دي كلها اجزاء من النبات رقم تلاتة اه يلا يا سين يلا يا سين نقط هيقوم بنقل الماء من جزء الاوراق ركز بقى بنقل نقل الساق الساق شطور ايوا كده نمركز وزي الامر برافو عليك يلا نحل اختر يلا يا سيرين تمتص نقط الدوق للنبات شطور امر شطور يا ريهام انت لسا نشوف تبطح المايك طيب يلا يا ابراهيم عند عملية الامبات يظهر نقط اولاً يلا يا ابراهيم اه يامس اه يامس نعم يامس نعم يامس اه اه عند عملية الامبات يظهر ايه اللي بيظهر الاول الجزء او الساق الجزء الجزء متأكد؟ اكد ايوه ايوه صح برافو عليك الجزر فعلا يلا ياسين الجزء الموجود تحت الارض من النبات هو الجزور الجزور برافو عليك الجزر برض السؤال اللي بعده يلا سيرين بيقولك بما تفصل لجزور النباتات اهمية كبيرة ليه الجزر مهم لان الجزور انها تنقل تنقل لا لانها تنتص في ماء العادل في التربة وتثبيت النبات في الارض برافو شطورة شطورة يبقى لانها وليها حوازفتين تثبيت النبات في التربة وكمان امتصاص الماء والاملح من الطرق رقم اتنين يلا يا ابراهيم بيقولك لاوراق النباتات اهمية كبيرة ليه ليه الاوراق مهمة لانها لانها تعطينا الاكسجين وانا لا 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 ايه وظيفة الاوراق ايه وظيفة الاوراق بغضل نزع التخاصيل اللي انتو التورا امتصار ضوء الشمس وساني اكسيد الكربون برافو عليك فلما يقول لنا لان اوراق النباتات لها امامة كبيرة هتقوله وظيفة الاوراق انها بتعمل على امتصاص ايه يا حبيبي لا فيها بتعمل عملية البناء الضوئي اكيد اكيد في اهميات كتير لسه هنقولها قدام ان هي برضو اكيد بيحصل فيها تكوين غزاء النبات من خلال عملية البناء الضوئي واللي كمان عن طريق استغوري اللي فيها بتخرج الغاز الاكسجين بس دي مجو راجعة فنمشي بس معلومة معلومة كده عشان فيه ناس ما بتبقاش عارفة لسه كل الحاجات زي اتفقنا امامة امامة هنستفاد اي امامة اول ما هي انتصت ضوء الشمسة مش مية اه انت بتسأل ميني بيسأل طيب انا امامة ابراهيم طيب اه هو انت خدت عملية البناء الضوئي ابراهيم ايوة طيب عملية البناء الضوئي عشان تتم النبات محتاج كم حاجة محتاج شمس برافو اه هو وماء واملاح صاح كده ايه طيب انت اول حاجة قلت لي محتاج ايه ضوء شمس طيب هو الاوراق مين اللي بيمتص ضوء الشمس الاوراق ايوة الاوراق الاوراق بتمتص ضوء الشمس وسينيك سيد الكربون يبقى الاوراق مهمة لان هي اللي هتمتص ضوء الشمس اللي هو محتاجه النبات في عملية البناء الضوئي ده سؤالك كده طبعا كان فيه تجربة عندك اه حبيبي الميتنج هيقفل كمان دقيقة لما يقفل نرجع ندخل على نفس اللينك مرة تانية اه ان النبات كنا بنعمل تجربتين نجرب مرة نعمل عملية الانبات في تربة ومرة تانية نعملها في مناديل ورقية مبللة اللي هو المنديل يعني ونشوف اني نموه اسرع في النبات في الاثنين فطبعا كان نموه البذور اسرع في التربة عن المنشفة الورقية هو اه في الحالتين البذور كبرت ولكن النموه كان اسرع في التربة والاثنين اه كبر ولكن النبات دي يوصل لمرحلة معينة وعندها بيبقى محتاج ان انا انقله لتربة عشان ياخد منها الاملاح المعدنية اللي ودي مش موجود في المنشفة الورقية يعني في العموم النموه افضل في التربة عن المنشفة الورقية بعد كده هنقوم بيبقى